اشتركوا في القناة وكذلك التقييم الخاص بالزبون وبالتالي ترقية حسابك إلى مستوى أفضل وهذه المتاجر كذلك تتوفر على منتجات عالية الجودة وبتمن رخيص جدا مقارنة مع أمازون والجميل في هذا كله هو أن هذه المواقع تدعم الدفع بالPayPal بمعنى أنك لن تحتاج لرأس مال كبير للبداية فيمكنك استثمار نفس المبالغ المالية المقدمة من المشترين وكذلك لن يغلق حسابك رغم تغيير عنوان الشحن مرارا كما تفعل أمازون عند تغيير العنوان أكثر من ثلاث مرات أضف إلى ذلك أخي الكريم أنها تدعم الدروب شابين بمعنى أن المنتوج سيصل صاحبه دون أي علامة تدل على مصدر المنتوج وهذا ما كنا نواجهه مرارا وتكرارا مع أمازون حيث أن غلاف المنتوج يكون مطبوع فيه رمز أمازون وبالتالي تكون مجبر دائما تبرير هذا الأمر للزبون وأخيرا ستمنحك هذه المتاجر رقم تتبع صالح لإيباي يعني لن تحتاج إلى شراء خدمة تغيير رقم التتبع ليتم قبوله من إيباي والآن على بركة الله سنشرع في الشرح إذن أول موقع سوف نتحدث عنه هو علي إكسبرس الكل يعلم بأن علي إكسبرس مقر الصين لكن لدينا ويرهاوس لبعد الباعة في أمريكا إذن كيف سنتحصل على البائعين لديهم ويرهاوس أو متجر في أمريكا حتى نستطيع الشراء منهم الطريقة جد سألة إخواني مثلا سوف نضع هنا واتش يعني ساعة ثم بحث إذن هنا تظهر لي المنتوجات أذهب إلى ship from ثم أقوم بتحديد United States إذن أمريكا وهنا تظهر لي جميع المنتوجات التي تشحن من أمريكا وكذلك في أي منتوج ما عليك سوى إدخال اسم المنتوج هنا ثم تغيير هنا إلى أمريكا حتى تتمكن من الحصول على منتوجات التي توجد متجرها في أمريكا وبهذا يكون الشحن سريع جدا لا يتعدى ثلاثة أيام وكذلك يدعم الدروب شيبين وبالنسبة للأشخاص الذين لا يجدون طريقة التعامل مع البائع فما عليك أخي الكريم سوى مراسلة البائع وإخباره بأن المنتوج الذي تريد شراءه من عنده يجب أن يرسل إلى هذا العنوان مثلا ولا يتضمن أي تمن للمنتوج وكذلك لا يتضمن العلامة الخاصة بأعليكس بريس وبالتالي ستضمن أن المنتوج سوف يصل في حلة جميلة ولن يتسبب لك في أي مشكلة وإن أردتم إخواني هذه الرسائل الخاصة بالباعة فما عليكم سوى طلبها مني في التعاليق الخاصة بهذا الفيديو وسوف أضعها لكم إن شاء الله ثم نأتي إلى الموقع الثاني وهو بانغود الغني عن كل تعريف وكذلك عند بحثنا مثلا على منتوج مثلا سوف أحدد دائما ساعة سأختار هذه مثلا هنا تظهر لي شيب فروم إذن تشحن من الصين إذن فالمنتوجات التي سوف تجد فيها الصين ثم اليوياس تعني بأن هذه المتاجر توجد في أمريكا عليك التعليم على اليوياس ثم إكمال إجراءات الشراء وبالتالي ستتحصل على المنتوج وسوف يشحن من أمريكا ثم نأتي إلى هذا الموقع الثالث الذي لا يتحدث عنه الجميع فهو شيناء براند هذا الموقع يعني موطوق جدا ومشهور بأتمينة جد جيدة وكذلك يتوفر على مجموعة من المتاجر فها هي واجهة البرنامج ندخل هنا مثلا ويرهاوس التي يمنحها لنا هذا الموقع أو المتاجر التي يمنحها لنا في دول العالم فنجد هنا فرنسا بولندا والمهم لدينا هو أمريكا فهنا عند اختيار أمريكا تظهر لنا جميع المنتوجات التي توجد في هذا المتاجر الأمريكي الخاص بشيناء براند وبالتالي يمكنك شحن المنتوج وإرساله إلى الزبون في أقل وقت وكذلك يدعم الدروب شبيل وإن لم تجد المنتوج في تلك الخانة فما عليك مثلا سوى التوجه إلى منتوج معين وسوف أختار مثلا أي منتوج أنا قد اخترت هذا المنتوج سابقا ما عليك كذلك إلا تحديد الويرهاوس الخاص بهذا المنتوج إن وجدته هنا بجانب الصين وكذلك هونغ كونغ اليو اس فهذا المنتوج يعني يوجد في أمريكا ويمكنك يعني شراءه وشحنه مباشرة إلى الزبون وبالتالي سوف تضمن أن يصل المنتوج في أقل وقت إذن إخواني كان هذا وشرح اليوم بسيط جدا لكنه مهم مهم للغاية لكل الأشخاص الذين يريدون أن يمضوا قدما في إيباي ولا يبحثون عن الربح السريع إذن أخي إن كانت هذه هي الزيارة الأولى لك للقناة فلا تنسى الاشتراك ودعمنا بتفعيل الجرس ومشاركة الفيديوهات مع الأصدقاء وأي تساؤل وجهتمه ما عليكم سوى طرحه في التعاليق الخاصة بهذا الفيديو وسوف أجيبكم عليها إن شاء الله أول بأول ودمتم في رعاية الله